بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين هذه الرسالة في سلسلتكم لماذا تركت الوهبية ولكني أقول وأكرر أني لست مسؤولا عن ما في داخل الرسالة وليس كل ما في الرسالة يعبر عن عقيدتي وعن منهجي فأنا الآن أذكر ما يقول الإخوة وأعلق عليه في أشياء قد لا تعجبني ولا أرتضيها ولكن أنا أقرأ ما هو أمامي وأعلق عليه في أشياء قد تخرجني عن الموضوع لذلك لا أعلق عليها كثيرا لأننا مرتبطون بمنهج وأعلق على ما هو من صلب قضيتنا أخونا هذا يقول لماذا تركت الوهبية فيجيب يقول السبب الأول موقف الجماعة السلفية من ثورة يناير في مصر في أول أمر قالوا لا يجوز الخروج على الحاكم والتظاهر حرام بعد خلع مبارك دعوا لمظاهرة جمعة السلفية تناقضات التي فعلها الوهبية ولا يزالون يفعلونها الديمقراطية التي كانت شركا تضر فيما يسمونه توحيد الحاكمية طبعا التوحيد الحاكمية مختلف فيه عند الوهبية عند الجماعة المداخلة لا ثلاث أقسان من التوحيد الأشياء التي ذكرها بن تيمية ولا يجوز الخروج عليه لأنه شيخ الإسلام وأخذه بن عبدالعهاب وعليه كبار الشيوخ بن بازو الألباني الألباني لا أدري هل هو من هذا الصنف أو لا أدري لكن بن بازو عثيمين يقولون لا يوجد إلا ثلاث أقسان من التوحيد الجماعة الجهادية ترى أن هناك في توحيد رابع اسم التوحيد الحاكمية على كل حال دعونا من قصة هذه الآن نعلق على كلام أخينا لا يجوز الخروج على الحاكم والتظاهر حرام وبعد خلع مبارك دعوا لمظاهرة جمعة السلفية الناس يرصدون الناس ينظرون هذه فتنة حقيقية أنتم علمتم الناس أن البرلمانات شرك وأن هذا حكم بغير ما أنزل الله إلى آخرين قلت أنا لا أعلق أنا موقف من الديمقراطية بيّنته في تسجيل خاص لكن أنتم تقررون أشياء ثم تنقضونها بشكل جماهيري شعبي يقول دعوا لمظاهرة جمعة السلفية يضع نقاط يقول من باب لا تترك الخير يا أخي ثم عملوا حزب النور السلفي ودخلوا في الانتخابات تحت الدستور الديمقراطي كل هذه الشركيات على فكرة كل هذه تقدح في توحيد الحاكمية عند الإخوة السلفية عدا طبعا الصنف المدخلي المدخلي ليس عنده حاكمية الحاكمية هي الحاكم هو الذي يقر هو دين الله الحاكم نعم طبعا في كلامهم حق وباطل لكن نحن الآن لا نعلق على هذه القصة كثيرا إذن دخلوا كانوا شرك الشركة الحاكمية بعد ذلك الآن ماذا حصل الآن الديمقراطية التي كانت حراما وكانت حكما بغير ما أنزل الله إلى أن دخلوا تحت ظلالها قولنا يتكلم عن يعني حالته السابقة النظام الديمقراطي حرام النظام الإسلامي يختلف عن النظام الديمقراطي أصلا وتأصيلا هكذا كان يقول لهم ثم بعد ذلك نسي هذا الأمر تماما يقول فعلمت عندها أن الجماعة السلفية هي جماعة حركية خفية وليست جماعة دعوية وتناقض أقوالهم أفعالهم ودعونا لغزوة الصناديق كان زمان غزوات في سبيل الله في أفغانستان وفي الشيشان وفي داغستان وغيرها الآن غزوة الصناديق ما الذي حصل بعد ذلك؟ بعدها اختلفوا على المناصب وانقلبوا وخرجوا على الحاكم مرة ثانية تحت لواء العلمانيين وباب الكنيسة القبطية فبعدت عنهم وأخذت موقفا واستماعت لعلماء السلفية السعودية فوجدتهم فرقا مختلفة جامية وغيرها ووجدتهم يقولون أن للحاكم أن يشرب الخمر ويزني نصف ساعة في واحد من الشيوخهم يقول للحاكم أن يزني أو لا ليس يعني الحاكم لو زنى نصف ساعة الهواء يعني حاجة مقرفة يعني لا ينبغي أن تذكر قلت إننا في زمن فتنة ولزمت نفسي وإن كنت على عقيدة ابن تيمية هذا الرجل يبين لنا سبب تركه الوهابية أول مرة وهو ماذا أنه رأى التلاقبات وهذا حق حقيقة كانت خفية في الزمان الماضي قبل ثورة الانترنيت الآن ببساطة متناهية تقول ماذا صفة الظل يخرجك قال الشيخ فلان من كبار أئمة السلف السلف الوهابي يعني صفة الظل ثابتة صفة لائقة بالله سبحانه وتعالى كبسة ثانية النتيجة التي تليها الشيخ نفسه يقول إن من أثبت صفة الظل فهو أبلد من الحمار وهم كبار شيوخ السلفية أسبعي واحد منهم أقول بالظل أم لا يستطيع بالظل ومعروف عندنا أن العقليات وأن أصول الدين لا يجوز الاختلاف فيها تختلفون في صفة كبيرة جدا هذه عندكم والثاني لا مهم موضوع الرجال يقول ما دام فيه ظاهر فأنتمشي مع الظاهر يمشي ويهرول وظل وإلى آخره كما تحب لكن إيش ليس مثل الذي لنا مختلف تماما نعم التناقضات سبب يجعل الإنسان يترك الدين وهم لا ينتبهون لكن الموفق من هؤلاء مثل إخوائنا هؤلاء أثناء البحث هداهم الله تعالى إلى الأصل الذي كانوا عليه موجود في الجينات في الفطرة والحقيقة فيه مفاجآت كثيرة الحمد لله رب العالمين الجاهتني رسائل من داخل الداخل من داخل الداخل في أماكن كانت محصنة ومغلقة تماما مع يعني الحرص الشديد على عدم ذكر الأسماء بناء على رغبة أصحابها ونحن نحترم هذا ونعلم حالة القوم يعني مع من يخالفهم خاصة إذا كان في وسط بلادهم ووسط بيئتهم نسأل الله تعالى الإخواني السلفية أن يكسروا حاجز الخوف وأن يستمع إلى الطرف الثاني وسيجدون ما كانوا يبحثون عنه ستزول كل الاضطرابات التي ورثتهم إياها عقيدة الحشوية نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر